السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب تكونوا جميعا بخير عيد سعيد عليكم كلكم يا رب اخبار النهاردة ان شاء الله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكلام كتير جدا عن طليق الفنانة ياسمين اللي هو رجل الاعمال محمد حلاوة وتصريحاته يعني هو وريهام حجاج وعن موضوع السحر الاسود اللي تعرضت له ياسمين طبعا يا جماعة عايز اقول لكم يعني حاجة مهمة جدا ان الحسد ابشع بكتير واقوى من السحر الاسود يعني الف مرة والاصعب من السحر والحسد الحقد يا جماعة الحقد والحسد يعني سبحان الله بيبعده الانسان وبيقزوه اذا غير عادي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل ويدخل الجمل القدر طبعا يا سمين عبدالعزيز تعرضت يا جماعة للحقد وحسد يعني والله اعلم طبعا الاطباء طبعا بيقولوا موضوع السحر الاسود دا دايما مش بيبقى في بالهم لان هو بيتكلمهم يعني بصيغة طبية مش بصيغة الناس الروحانيين فيارب الفيديو دا لو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد طبعا شكرا لدعموكم لي ليكم اجمل دعوة وجزاكم الله عني كل خير بسم الله طبعا الفترة دي حصلت حاجات كتيرة جدا لياسمين عبدالعزيز والسوشيال ميديا كلها كانت في سريتها لانها محبوبة جدا من الناس كلها وطبعا اتعرضت لوعكة صحية جديدة جدا بسبب العملية النسائية اللي هي اجرتها وطبعا اتعرضت لمضاعفات وتسمم في الدم فطبعا طلعت كمان مفسرة الاحلام وقالت ان ياسمين عبدالعزيز اتعمل لها سحر اسود انتقامي وانتشر الكلام دا جماعة على السوشيال ميديا بطريقة غير عادية طبعا كتب الدكتور المعالج المسؤول عن حالة ياسمين عبدالعزيز ان هي مش معمولة سحر اسود ولا حاجة وان كل دا كلام فارغ طبعا هو مش كلام فارغ يعني هو الموضوع دا روحاني احنا نفهم فيه اكتر بما اننا يعني ايه مفسرة احلام وقال ان هي اتعرضت لغيبوبة وتعرضت لمضاعفات بس اصبحت حالتها مستقرة الان فربنا يا رب يشفيها ويشفي كل مريض ويشفي دلال عبدالعزيز باذن الله طبعا انا مش بتفرج على افلام ولا حاجات من دي بقالي خمستاشر سنة بس انا بدعي للانسان اللي يكون مريض طبعا في حاجة تانية استفزت الناس كلها الموقف اللي هو عمله طاليق ياسمين عبدالعزيز طبعا نشر في ستوري خاص به طبعا بيهني حماته بالعيد وبيهني كل الناس كلها وما وريهام حجاج برضو اتصلت بولدتها وكل سنة انت طيبة واتصلت بالدنيا كلها وما هنشع عليهم يقولوا لياسمين عبدالعزيز شفاكي لا وعفاك يا جماعة فاكرين المرة اللي فاتت قلت ان المشاكل دي ممكن توقع حد في النص انا كنت خايفة حد يموت اخ اخت حد بسبب الكلام ده كله وربنا ادالنا كل حاجة جميلة فما ندورش على المشاكل المشاكل دي بتوقع بني قدمين في النص سبحان الله فطبعا هما طبعا الناس زعلت منهم جدا لانهم يعني ما نسيوش المشاكل دي اللي بينهم وما نشروش في حسابهم الشخصي ولا قالوا شفاكي لا وعفاكي ولا سلامتك ولا اي حاجة فطبعا ده ازى الناس وكانوا في نظر الناس مش كويسين يعني وكمان عند ربنا يا جماعة كلمة يعني شفاكي لا وعفاكي بتبقى جميلة وبتطفي يعني وهج الشيطان والازى والسحر والحاجات دي كلها وطبعا السحر اللي انا بتكلم عنه اللي هو سحر الفتنة الفتنة الشيطانية اللي بتوقع بين الناس وبعضهم فطبعا شفاكي لا وعفاكي يا رب يا سمين والفتن دي طبعا بتزود الكره في القلوب يا جماعة وانا قلت من قبل كده ان الحاجة الصغيرة بيعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني بيكبرها الشيطان كده بيقع العداوة والبغضاء بين الناس فعلا يا جماعة السحر ممكن يموت زي ما انا قلت قبل كده الحقد بيموت بيمرد الحسد والحقد يا جماعة بيرجع الانسان مئة سنة ضوئية من الخير والصحة والسعادة وطبعا عشان انا مفسرة احلام وروحانية فانا عارفة انا بقولي ايه طبعا والطبيب المعالج فاهم عمله من يعني كطبيب والمتدين فيهم في الاطباء دول هما اللي بيبقى فاق هو يعني سبحان الله اللي يبقى يعني فاهم في الامور الروحانية دي فتلاقي طبيب يقولك مثلا ايه ارقي نفسك اعملي حجامة الكلام ده ده دكتور سبحان الله طبيب مؤمن يعني قريب من الله سبحانه وتعالى وفيه طبيب يقولك ايه يعني دي دي حالة طبية فيها تسمم دم مثلا فيها كذا فيها كذا فمش بيؤمنوا بالموضوع الروحاني والموضوع الروحاني فعلا يعني هو اللي يكسب وهو اللي اهم لان هو حاجة اللي بيبقى انسان قريب من ربنا بيعرف حالة الانسان ده جراله ايه فهي تقريبا اتحسدت يعني اتعرضت لحالة حقد جديدة فيعني شفاها الله وعفاها يا رب طبعا يا ياسمين عبدالعزيز الدنيا كلها كانت بتبعت لها طبعا يعني تقولها شفاك الله وعفاك سواء كانوا من الوسط او ناس غرب حنان ترك كل الناس المحترمة المتدينين بتمنى بتمنى وبسأل الله سبحانه وتعالى اسأل الله العظيم رب العرش العظيم انه يهدي ياسمين واشوفها دايما بصورة الحجاب الجميلة دي وشفاها الله وعفاها كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة